سلام غالياتي وشراككم وشحوالكم إن شاء الله تكونوا بخير مرحبا بكم في الفيديو جديد نكون نرحب كل مشتركاتي لأيزا نقولي مرحبا بكم إن شاء الله يلقاكم الفيديو في أحسن الأحوال نبدأوا بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم البنات في فيديو جديد رح نكمليكم اليوم تحذيرات ونهار الحفلة تالبيا متاع بنت أختي أول حاجة بديتكم كما شفتوا بالبداية درت أختي هنا لطرتولات درت العجينة يعني إن شاء الله في اليمن القادم رح نديرها لكم في وصفة يعني في فيديو وحده نعطي لكم الوصفة كيفية تديروها أول حاجة كما تشوفوا درنا هنا لطرتولات عمرتهم بكرام باتيسيار ودرت لهم هنا الخوخ الدسار يعني اللي عندكم انتم الفاكهة اللي عندكم تقدروا تديروها ودرت لها سيبر كرام اهنا وجدت دارت دارت لسيجار هاذم شرت القفرات هذك اللي يزينوا بها لا كرام وزينوا به الفلون يزينوا به غطساته في الشيكولاه ودرت فوق منه الحلوة رقيقة هذيكة وهنا تشوفوا كيفية لمتهم درت كل ذو مع بعضهم ولمتهم بالخيط هذا الخاص بالحلويات شوفوا الليبناتهم بعد حطيناهم في الليزاسيات بعد ما كمناهم كما راكم تشوفوا هيكة اهنا نجو راح نعتليكم شوفوا الحلوة زي مهجات ما غطستهاش كاملة جا واحد الشكل هايل هايل تحبوا يعني حتى اللي تحب تعمرهم من الداخم لديهم كريمة وتعمرهم ولي تعمرهم بكرام شونتي احنا خليناهم هيكة سامبل وهنا جد تدير في المييز قلت نعتليكم طريقة على المييز درت شوية زيت كمية تعزيد 1-4 مغارف ولا 5 حطتهم في الكيكوطة ولي حت المييز دعنا ولا المستورة ودرت فوق منها شوي ملح تحبوا الملح ولا السكر اللي حبها ملح يدير يدير الملح ولي حبها حلو ويدير شوي سكر هنا رجعوا لطارت تعنا راح نختمو لطارت مع بعضانا اه تشوفوا بعد ما خدمتها راح نعتليكم عندي الوصفة تحي يعني من قبل درتها بنتي في القناة هنا تشوفوا بعد ما درت لاثة طبقات حطتهم وبدأت هنا تشربهم بالحليب يعني الحليب واحده اللي تحب تشربها بالحليب ولا تحب لي تشربها بالعسيلة هنا درتها غير بالحليب اختكش بش مجيش حلو بويس وهنا بعد ما طلعت كرام شونتيه بكيس تع ما اه تدير الكرام شونتيه يعني الكمية تعال كرام شونتيه قدها ك الكمية تعال ما وهنا جات بال بسباتي هذا وتخدم فوق منها تعمرها بعد ما تعدلها طريق الكامل هذيك الكرام شونتيه تحبوا تنكوها الكرام شونتيه تحبوا تخلوها كما بغيتوا انتم يعني كل واحد وش حابها هو اللي بنات ما تنسونيش الجام الفيديو باش تطلع علينا نسبة المشاهدة واللي عجبوا الفيديو ما تنسوش بلي تبرتجوه مع صحاباتكم مع احباباتكم باش تكبر القناة تعنا يعني هي تشوفوا كيفا هي راي تخدم وانا غير نصور فيها انا غير نكامير يباركوا وقاعدة شوفوا اللي بنات هنا درت الكمية تعال كرام شونتيه بعد كدرت الكمية وش جزت حكمت قرضة يعني الفاكهة اللي عندها درت اتفاح ودرت الخوخ ودرت المشماش يعني قرضتهم صغار اخلاه ارقائك كما راكم تشوفوا وحطتهم بيناتهم يعني ولي عندها المكسرات المكسرات تدير المكسرات يعني كما تحب انتمو ولي تخليها يعني سامبل تخليها سامبل ما تدير بيناتهم موالو غير تدير الكرام شونتيه وتخلي تحب ثاني تكلي تحب انا نعطيكم افكار وانتو ما ادو منهم وكما تحب انتمو واشرح تجي لبناتهم قليكم جيد هايلا هايلا جربوها وما تندموش هنا نزيد ونحطوا طبقة ثانية وتزيد تشربها بالحليب شربوهم كامل بالحليب باش يجو خفاف ويجو تريين من الداخل ما يجوش نشفين يعني واحدة تخدم هكا الولاد حتى في ساير الليام تقضي تخدميه الولاد وانت تشربه شربتك لن تجد برض غلاء ونزيد ملاحه يعني تجيها ناشفه ولا تجدها مش ملاحه ولا تجدها مدة و هي محتاطة في المحل كو يكون هايلا الولادتك انا ازيد من الطريق طريقة 40 سنتيمتر 60 الف سلعة تضيف طبقة ثانية تضيف طبقة ثانية تضيف طبقة ثانية تضيف طبقة ثانية اسمتها تضيف طبقة ثانية تضيف طبقة ثانية شربتها بالحليب خاصة للوصفة كون تديروا الحسل والشربات راح تجيكم حلوة ياسر ولهليه تقهم بصحب الطريقة بنينا بعد ما زدرت طبقة ثالثة كرام شونتي حاولوا ان تخشنوها شوي ما تديروها شرخيقة كما في الوسط باش تتغطوها كاملة التزيين اختياري كما قلت لكم تحبو تديروها بكرام شونتي تحبو بالميران كما دارت أختي تحبو تديروها بالفواكه اللي عندكم بتاع الموسم ديروها تحبو تزيينها بالشيكولاء كما تحبو انتم التزيين اختياري هنا البنات الكمية هذي راح تخرج لكم كل طبقة دارت فيها زوز عظمات حيخرجو لكم هذي الطبقة شوفوا البنات هنا راح تزيين في الحاشية خدمتها لسرسو لوالو غير هكاكا ما عنداش الامكانيات ياسر بس حكاكا وخرجت هايلا هايلا يعني اللي عندها سرسو تحبو تلسك السرسو تدير بساسو بتجي كل تزي بعضها هنا للحاشية وش دارت تحكم تلوز في لي اقلاته غير خفيف بركة وحكماته داراته على الحواشية كاملة لتحب تزيينها بالشيكولاء تطرى بها كما قلت لكم يعني كاين افكار ياسر اللي تزيين تحها ان شاء الله هتعجبكم لبنات الوصفة وان شاء الله هتجربوها لولداتكم وهنا شوفوا البنات بعد ما زينتها راح تزيتكمل زينها بالذوبة شوكولاء وكتبت الف مبروك اسراء شوفوا الميرانك دارت على زوز يعني الوان دارت في الغاز ودارت في الأصفر فجون وحطتهم هكا زينتهم ودارت كعبات بين الكعبات دارت كرام شانطيه دارت كعبات على تفاح وتشوفوا كفاح شكلتها وحطتها على الجهة شوفوا البنات خرجت هاي لهاي مام الماذاق خرج هاي لهاي هنا نرجعو للغداء هذا وش غدتنا لبنات دارت بليتلي دارت شوية مرقل عزوزتي وصلاتها وشوية مش ماش وان شاء الله هرب يدومها يعني غير حنا في حنا بركة ما كانش حتى براني غير سلفتها وانا وعزوزتي وخلاص وبنتي رانية هنا شوفوا البنات هاهم اللي ترتولات بعد ما كمنا كلش هذو ما قبل وجدناها مكل قبل ما يعني ما يجو ضياف عمروا الإزاسيات شوفوا هنا عمرت سلفت أختي و إسرا عمروا لبها الإزاسيات وانا هاي اللي ترتعنا هاو بعد كيجت لمو الضياف شوفوا يعني كيفه جات الماييز دارتوا في اللي بواطة ذومكا استرافت شوفوا كيفه طبقناهم الجي الفيتا جي دارتوا للصغروات يعني احنا اللي ترتولات تفرقناهم على الجي وهذو ما دارتهم للصغروات شوفوا البنات والله خرجت واحد الحفلة هاي لهاي ربي ينجح أولياتنا و العقوبة للباك ان شاء الله هاذ مصحبتها قلت لهم قصوا مع بظاكم لو طاءتوا و تلاسوا يدون ه liqu behaviors و دواهم أفراحهم و ربي ينّيهم ان شاء الله شوفوا البنات هنجيت نصور لكم و جابوها لها صحاباتها حي بها فيرحة بل كدوات و إحسى أطينها قلت لها راح نصورك و جابوها و جابووkes لك جابوا صحباء جابوا لها صحاباتها موايبف الرحمه و نشاء الله وعقوبة لهم كامل الباك هذو ما هم ثلاثة ولا ربعة صحابات كامل داول بيام وكل مرة يحضروا الحفلة تا واحد كل مرة يحضروا في حفلة تا واحد منهم وان شاء الله رب يفرحهم كامل ويفرح والديهم بيهم شوفوا اللبنات هي تناعت لكم وانا قلت لهم قلت لها اتيجي نصورك نناعت لك قاعدة تشوفي ليك هدول يجيبوهم لها صحاباتها قلت لها تيجي نصورك ونعتهم لبنات ممكن تدو افكار يعني اللي تحب تمد حاجة الوحدة في نهاية الفيديو موقع العرير نقول لكم في امان الله